موسيقى 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 لا تسترنوا شاشا ليكو تسترنوا تتحدمتوا اللي يعين اجابوا لكم يونس اللي تعرفوا أيوان ايو انا هو سواء عليكم اهلا من جديد في اوتوبيس السعادة كل اللي شفتو ده تمام وزي الفل بس احنا جايين بطريقة اوتوبيس السعادة نعمله حلقة جديدة مغامرة جديدة دهاردة هنتكلم عن حاجة كلها ادرينالين عالي ومود سعادة زي بقى للكتاب الحقيقة العربيات عالم عظيم وسباق العربيات دايما نشوف يقولك سباقات كذا وسباقات كذا ومش عارف ايه ولكن احنا ما دخلناش جوه الموضوع انا عن نفسي واحد في السواءة بلالام النهاردة لا لا هعيش في الموضوع ده وعايزكم كمان تجربوا المغامرة دي اوعدكم بساعة مختلفة جدا وكام لقطة كده حلوين جدا جدا وفقرات جامدة جدا في اوتوبيس السعادة النهاردة وعالم السيارات يلا بي خدها بس عشان مش بتاعتي كده تجربت في الطريق محط تقول لي ما بعرفش اسوق ما بعرفش اسوق ما بعرفش اسوق وبطلع الموضوع بس هو الموضوع حلو بس عشان انت فيه لا لا يعني يا ربنا خليك بس يعني اهو ما انت شايف ولا يا بص انا بعد الموضوع ده انا ابتدي عاية حساباتي يعني هتسوق اه مش عاية اه الموضوع طالع سهل تمسك ديكسيون تدس بنزين وتفرمن وتبتدي تتحرك العربية بتمشي لو عايز تلف بيتقص على نفسك وتلف يعني ما فيش حاجة يعني فيه اعمل يا دكتور لا لا يعني كنت موت خير انك ما فيش فالصة الموضوع بسيط صديق العزيز بطز عاطف من الناس اللي انا بحباء جدا ومن الناس اللي بيقنعوني بقى لهم سنين بتعلم اسوق والله بس يعني النهاردة البوش اللي انا خدتها دي ممكن اه ايه انت ما دست بنزين حسيت بحاجة دست بنزين حسيت العربية مش جيت ولفت ومش جيت بس الحمد لله الحمد لله يعني اتخير موضوع سهل لا سهل والله سهل بس هو هل سوقت العربيات بقى نتكلم بقى يعني مهنيا بقى زي اللعب اللي انا بلعبه ده بتبتدي تكسر الرهبة دي جوا وبعد كده بره خلص شوية شوية انت بس محتاجت تاخد المحيطين واتلاقي موضوع بسيط موتاز انا عايزة اقرب اكتر بقى من موتاز عاطف مش كاعلامي مش كزميل اعلامي وموزيع جميل عايزة ادخل بقى في راحية المتصابق والتيم بتاعك فكلمني عنه شوية بص احنا من ثمان قويانا بسابق من 94 ده كان اول سباق بالنسبة لي كنت لسه عندي 18 سنة وابتديت اسوق اول مرة سوقت مكادش ببايعنا في نهاب السابق مكادش من وراه بس كان ابن عمي عارف يعني وبعد كده اما سبقنا وكسبت فرح وبقى يزعل اما بقى يدريت يقول له طلعت التالت طلعت التاني يقول لي ايه التاني طلعت التالت وبيزعل ابتدى الموضوع يتطور من 94 مع الوقت بالنسبة للعربيات ابتدى يتطور بالنسبة لمستوى السواء وبقى الموضوع اكبر فابتدينا نعمل فرق والفرق دي بقى هيكزا عضو عشان في الاخر يبقى في نتيجة لحاجة اسمها الفريق كسب غير ان الموتز كسب في حاجة اسمها الفريق كسب فعشان كده في الاخر بقى عندنا هدف كبير ان كمان الفرق تكسب عشان اسسنا فريق اسمه بانك بانك كان عندي فرق تانية كتير وكنا الحمد دول من المتصدرين واحدين عملنا فريق عشان ده 24 24 رجعنا تاني بقى نبتدي اه نقول يلا احنا هو عشان كل سنة يبقى فيه ترتيب للفريق اه عشق العربيات حاجة جوانة اه مصدر سعادة طبعا طبعا انا عايز اقول لك انت متخيل طبعا بتاعتك طلع ازاي طبعا لا لا اكيد انت مش متخيل فكرة انك تقعد جوه عربية وتسابق وتعمل حاجة انت بتحبها بيبقى اشباع لرغبة داخلية الراهيبة اه عايز اقول لك ان انا مثلا اول مرة كان الجمهور بيحيي وبيسقفه كنت ببقى خايف ما ابتدا الموضوع يا تطور وبقينا نكسب وبقينا نسابق طبعا فيه اشباع لرغبة رهيبة وبتسعد سعادة انا ما ببقى زهان ومتدايق بنزل اخد العربية لفة اسمع شوية مزيكة ولفة بالعربية نمي نفس اجرب الشهور ده نفس اجربه الشهور بتاع انا لما اتخنق مع امرأتي انزل تبقى قاعد زهان تنزل اخد العربية تلف لفة تسمع شوية مزيكة تسمع صوته المطور العربية بتجري يعني لا طبعا جوال تراك كمان اول اما بتن يعيز اقول لك اول ما بتدي سابق بنعزل عن العالم يعني لو جنب يحد بيصوت ما بسمعهوش وببتدي سابق وببتدي سوق ما بتبتدي الساوت لاين وعيد توصل لفينش لاين بسرعة ووصلت لها بيبقى هو ده الهدف بالنسبة لك انك توصله بسرعة وتحقق جواك سعادة ما تكسب بقى كمان وتطلع تلاقي ناس بتحييك ويقولولك برافو احيانا كتير بتقع وبتخسر بس في الاخر زي رياضة طبعا بس في الاخر بتوصل لجزء جوا نفسك انك بتحقق رغبة ورغبة رهيبة يعني زي ما انت قلت طبعا اه طبعا انا اول ما بتحطي على التراك خلاص بنسك كل حاجة وبسوق احنا كمشاهد عادي سباق السيارات هو عارف حاجة عربيات بتجري قدام بعض وليوصل انا بقى عايز معتز عاطفي دخلي جوا اكتر يحكيلي تفاصيل احنا كمشاهدين ما نعرفك تفاصيل كتير بتبتدي من اول تجهيزة العربية قررت ان انت تسابق لازم الاول تجهز عربية زمان اول امتديتها سابق سابقته عربية عادية ملاكية من المستوى بيتطور بتبتدي تطور في العربية برضو بتبقى ملاكي عشان ما حدش يفهم كلمة ملاكي غلط بس هي بتبقى عربية عادية العربية الستريت ليجل او العربية التي تمشي في الشارع تاخد عربية تسوق بيه بس ده ما بيوصلكش لليفل الوحش او ليفل انك انت تكسب او ليفل السعادة اللي بتدار عليه عشان تنصري السعادة دي لازم تطور من نفسك عشان تواكب الوضع يعني اطور من نفسي يعني بتبتدي بقى تسوق وتتمرن ده كشخص لانه هو انت مكتسبش سباق عشان انت شاطر تكسب سباق عشان انت شاطر تكسب سباق عشان توافيق ربنا تكسب سباق عشان معك عربية حلوة انا شاطر ده انصر واحد واحد انت عندك 3 عناصر ففيه ربنا رخب واحد انت راجل بتسوق عربيتك حلوة يعني انا هو نفس الشخص المعتز عاطف لو حطنينا العربية عشان مش هكسب حطتني على عربية كويسة او انا بسوق كويس وربنا وفقني هكسب فيبقى في الاخر العربية عنصر من العناصر الاساسية اللي مفيش فيها تهريك عشان كده بنبتدي نطور فيها عدل فيها بتعدل في موتور بتعدل في عفش عشان العربية تبقى سبتة في الملفات بتعدل في الكويتش عشان العربية تمسك في الملفات وممكن اخذك لف هوريك يعني ايه عربية تمسك في الملفات يعني بتلف والعربية لازم تلف ما ينفعش العربية تلف وتتزحلى لو تزحلى لقيت هتضيع وقت هتخسر فانت بتعدل موتور وبتعدل عفشة وبتعدل الكويتش وبتعدل في تخفيف وزن العربية عشان العربية تبقى سريع انت دايما بتدار على اسرح حاجة للأداء واسرح حاجة للملفات وفرامل كويس فانت عندك كل العناصر من اول ما بتدوش بنزين لازم كل حاجة تبقى متعدلة ده اللي بيوصلك للفل الوحش او ده اللي بيوصلك للسعادة الابادية اللي هي تكسل مصر فين من خبرنا ايه تطورنا كتير احنا في الحقيقة بنجري وراهم برا يعني احنا بنشوف الأردن بنسابق في الأردن فبنشوفهم ما بيعملوا ايه فبنتطور عربيةنا زيهم بنشتري قطع غير من برا بنشوف العالم وصل لفين وبنبتدي نروح نحييته عشان خاطر احنا نبقى دايما مواكبين العصر سيح بنبقى احيانا بعيد عنهم بس في الآخر بنوصل للفل ان احنا وصلنا لحاجة يعني احنا العربية السريعة في مصر كلها تطورت بناءا على ان برا احنا شايفين حاجات برا وشايفين هما بيعملوا ايه فبتدينا نعمل زيهم لغاية ما وصلنا لللي احنا عايزين بس في الآخر احنا لنا لفل يمكن ما نبقاش زي اوروبا يمكن ما نبقاش زي مصر تقدر تقول انها في مرتبطة مثلا الثالثة الرابعة وورا الدول العربية واوروبا في الأول يعني اوروبا دايما بتتصدر يجي رهات الدول العربية واحنا وراها فده بالنسبة لنا كويس قوي اخر حاجة هاختب معاك بيها موتاز الاطفال انا شايف هنا اطفال فانا سألتك قبل ما نصور فانت قلت لي ده شغف من طفولة الطفولة من الخمس وست سنين واربع سنين لغاية ما يعني هو احنا باديين متأخر لكن هو البداية الحقيقية اربع خمس سنين بيبتدي حب العربيات ويقعد وبيبقى مسك عربية صغيرة ويلعب بيها وبعدين يبتدي يشوق العربيات بالكارتنج للشغيرة وبعدين يبتدي يتطور لليفل اكبر انه يشوق عربيات كبيرة لغاية ما يجيله راعي يرعاه ويشوف انه هو ده النجاح زي اي رياضة انت بتاقي العبية كبيرة الاب والام يعني لو هو حتى مش هتكلم على سبقات فضيعة لا حسيت ان ابني حابب ده الخطوة اللي مجيئة زي اعمل ايه لازم تزوقه يعني انا بابايا في الحقيقة اول مرة اعترض وكاف علي بعد كده بقى طب نقصك ايه طب عايز ايه العربية فيها ايه طب بنعمل كذا نصلحها نعدل عربية نجيب عربية تانية لغاية بقولك اما وصلت ان انا اما ما بقولوش انا اول يقولي تاني تالت يا بابا في ايه انا ايه اماكن اما تزولادنا نعرف نوديهم مثلا يعني يدور نسيرش على حاجات معينة طبعا بتقدر تدور وتلاقي اماكن هنا ده ما كامل اماكن المشهورة جدا في مصر وفي اكاديميز بيتعلموا فيها الاطفال تعليم اكاديمية التعليم اه والرياضة ففي سواقة كتير بتقدر توصل بها ان انت هتخرج من الطفل ده زي لعيب الكورة ما بيبتلي او بيلعب كورة وعين بيلعب ما عرفش ايه وايه 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 لغاية ما يقف الاخر لعيب كورة انطالع من تحت نادي ويحترف علامين سبقات بالزبط كده بس سبقات مظلومة شوية مصر مع ان هي بتجيب سعادة ابداية سيد ماتز يعني وصديقي العزيز مواكز يعني اه يعني بعيدا عن انا اصحاب وانت اعلامي جميل وانا لك غلاوة وانا بعيزك جدا وفقر التمانية الصبح تشهد يعني واتمنى لك يا رب النجاح والتوفيق وانا عارف ان انا السوقت العربية هتبقى على قديم انا هخليك تسابق مش تسوق بس 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 ايها والبقى الموضوع اللي حلو يا سيد عبد الرحمن يعني انا بصوت النهاردة يعني ما ورناه بداية الله يخليك حبيبي سيد عبد الرحمن انت تراك انستركسون صح كده؟ صحا كده انا بقى الحدوتة دي بقى الكاتنج ده القصة وما هذا والناس بتستمتع وانا شايف حاجة حالة حلوة جدا خليها خدني تا 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 كده من الاول ايه ده؟ بس الكورت بكل بساطة هي عربية بسيطة جدا بتتكون من بنزين وفرامل وماتور وكرسي ودركسون يعني ابسط حاجة ممكن تقول عليها عربية اوكي الكورتينج بيعلمك تسوق في اي تراك او اي حالة بتسباق في العالم فاي متسابق بيسوق اه اي سباقات في العالم بتعتمد على حاجة اسمها ريس لون هي البيز بتاع انت بتتعلم عليها ازاي اه تلف في التراك في اسرع وقت ممكن او فاقال له وقت ممكن ايه ده اقول انها ستاب مهمة جدا للسباقات الكبيرة بعد كده لا اي متسابق في العالم لنوع السباق في العالم طيب دون ذلك بقى دون المتسابقين اللي هيسوقوا في العالم انا كواحد مثلا اه لعبت وجربت انا ده هيفرق معاك فيه هيفرق معاك ان انت هتتعلم ازاي تسبق نفسيا نفسيا في ادرينالين بيبقى في اي سباقات اه كانك بتجري بسرعة بتخاطر شوية زي في الافلامة الحاجات اللي زي كده اه فيه تراكس كتير في مصر ولا مش قوي يعني فيه مثلا اهل من 10 تراكات في مصر كلها ده يعتبر قليل طبعا بس انت بمعنىك عبد الرحمن اين قوي الموضوع ان بدأ الدنيا تتغير بدأ الاهتمام يكون اه طبعا الوعي عن الكورتنج وعن السباقات في مصر بقى اكتر بكتير من زمان بس برضو التراكات محتاجة تكون اكبر وبشكل يعني علامي اكتر من التراكات اللي عندنا ممكن التراك يوصل لقد ايه قد ايه اه يعني مسافة كده يعني بالكيلوز بقى يعني بيبقى مصفات طويلة بيتطرجوا علينا هيقول لك طيب انا تمام انا عجبني الموضوع وانا بروح الموضوع ده في الملاهي بس انا عايز اروح يبدأ يدور ازاي يخاطب ايه في اكاديميز معينة مثلا او حاجة او طبعا في اكاديمي عندنا بتتعلمك برضو البايزيكس بتاعت السواق عموما لو انت شخص ما بيعرفش سوق خالص او ولد عنده مثلا عشر سنين او اقل سن بيكون تقريبا عشر سنين بالكورتس الموجودة في مصر في التراكات الكبيرة مش في التراكات الاندورس التراكات اللي بتكون زي اللي احنا فيه اللوقتي بتعلمك برضو يعني ازاي تسابق في العموم كطفل يعني كواحد لسه ما عندوش بيرعب جيمز على الكمبيوتر او بيرعب على بلاي ستيشن فهو مجربش في الحقيق فزي السيميليتورس كده بس بشكل برضو ابسط شوية في الحقيق يعني بتسوق على التراك وعلى اسفلت وبعربية فيها مطور حقيقي بس مش على طريق عمومي بس فبالنسبة للاطفال والناس اللي هما لسه مبتدئين في السواقة عموما دي احسن بداية لي كسواية عربيوتر ولو حد عندو هدف ان هو يبقى متسابق في يوم الايام كده كده لازم يعدي على كورتن كده كده يا عبد الرحمن انا استمتعت بالتجربة عموما وبوجودي معاك بقى ده شيء جميل جدا وانا اتشرفت معرفتك بجده يا عبد الرحمن موسيقى 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 يعني حضرتك هنا مسؤول عن التراك وانعرف ان الموضوع عندك الموضوع قديم عايزة قربني من الشغف ده والحدودة شوية سيشاني هقولك حاجة وانا عموما كعائلة يعني انا ابويا وجدي من ناحية امي اللي اتنين بيحبوا العربية جدا وكانوا مهندسين ميكانيكا وحاجات كده فانا ممكن تقول في الجينات طلعت من وانا صغير كنت بحب الموضوع كده لله في لله وطبعا زي اي عائل صغير عربيات الماتش بوكس الصغيرة والحاجات دي كانت معايا كتير بقى وفاخرين بقى جدا في العيلة ان انا باعرف كل انواع العربيات ايه ده الشطارة دي عارف وانت صغير الحاجات دي بتبقى جامده بس اه بعد كده لما كبرت شوية بقى انا عندي مسلا يعني حاجة بتاعت اتناشر تلاتاشر سنة ابتقيت بقى افاهم شوية ابتقيت اكبر شوية ابتقيت اقرأ اقرأ مجلات او اي حاجة انا كانش في بقى ايام انترنت والكلام ده المعلومات كانت صعبة او ايام فكنت بتلاقي المجلة الاسبوعية او المجلة الشهرية اللي بتيجي تماما وعدت كده شوية سنين يعني انا عدت مسلا من سنة تلاتة وتمانين لحد سنة تسعين اه بذاكر اه بذاكر عربيات يعني انا فشلت في التعليم تماما اه 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 حلوة ان تقتيني انا بذاكره ما هي هي دي الفكرة انها ما كانتش مجرد بس ان اللي واحد بيبقى عايز يشوف حاجة كده انا لقيت مجلة في يوم الايام فيها عنوات كتيرة قوي ما عنديش فكرة عنها اه اطورت نفسي جاهل بالمكررة بان انا فاكر نفسي انا الجامد اللي فاهم كل حاجة من او انا صغير فبتقيت اكدني بتعلم من اوله جديد اه بعد التسع سنين دول مذاكرة ابتدت في مصر يعملوا سباقات سرعة فبشكل او اخر الحمد لله عرفت اه انضم للناس دي للشركة اللي كانت بتعمل السباقات دي اللي هو سباق كان اول سباق كان اسمه كريزي كاريس وبعد كده هو ده اللي بقى الاوتو كروس لاحقا اللي الناس كلها عارفايا طبية فمن ساعة بقى كملت بقى في الموضوع بشكل اه مهني اكتر بقى دي شغلتي طيب انا اه من كلام حضرتك قلتلي ان انت بعد ما ذكرت بشوية اه حصل اول سباق اللي انا عارفه وحضرتك اللي تقولي المعلومة اكيد من اهلها يعني ان السباقات في مصر مرت بفترات اه توقف كتير وبدايتها قديمة اوي من ايام الملك فانعايز المعلومة الصحية ما هو المعلومة الصحية ان احنا جي عندنا سباق طبعا ايام الملك بشكل او باخر اللي كانت مفاحتها اكتر على اوروبا عموما او على الناس الوافدين او على حاجات شكلها كده انا ممكن اعمل حاجات من برة وحاجات من كلام ده كله فدلوقتي هو الشرق الاوسط بشكل او باخر داخل في الحتة دي بتاعت البطولات العالمية بس ايامها ما كانش لسه فيه الكلام ده كتير يعني كانت تقريبا اه سوريا ومصر بس هما اللي اتعامل فيهم سباقات من النوع ده الاردن طبعا قديم اولي باركوه كانت تكمانينات مسلا وانا لا 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 كانت في الاربعينات اربعينات اه يعني السباق اللي اتعامل في مصر ده كان في الزمالك قفلوا الزمالك وعملوا على طرق الزمالك اللي هو عارف من جنب النادي الاهلي وعند الاوبرا والحتة دي اه اعمل فيها جرام بري الجرام بريز دي اللي هي بعد كده بقت بشكل او باخر بطولة العالم للفورملا اون سنة خمفين فيها اول سباق اتعامل في مصر كان يعتبر ده اول سباق عربياتية تعمل في مصر وده كان على اللبول احترافي بشكل عالمي يعني ده كان سباق عالمي بيتعمل في مصر رغم المكالم في العربعينات اه اوكي بقى خالص لحد سنة اتنين وثمانين كنت publicity سنة اتنين وثمانين عملوا هنا سباقات صحراوية مش بقى سباقات زي السباقات اللي اتعمل في الزمالك على اسفلت عربيات بتجلي مع بعض وكده لا سبقات الصحراوية سبقات الصحراوية بتبقى طبيعة مختلفة تماما بتعتمد اكتر على التحمل زي ما بنقول العربية هتكمل ازاي هتعرف انت تسوق ازاي على الصحرا العربية لو غرزت تخرجها ازاي كلام ده كله وبتبقى بالاطوال يعني المرحلة اللي احنا قلت وصلها لربعمائة وخمسين كيلو خمسمائة كيلو حاجات كده بتجلي في الصحرا الوقت ده كده فليها طبع مختلف تماما من الحرفية فسنة اتنين وتمانين اتعامل حاجة اسمها رالي الفرانة تعال بتعنظيم فرنساوي مصري مشترك وكمل رالي الفرانة بقى على مدار السنين وبعد كده ابتدين بقى سنة تسعين اللي كنت لسه من شوية بقولك ابتدوا سبقات لا انا شادي ابتدوا سبقات سرعة اوكي اللي هي سبقات على الاسفلت بنسميها انواع من انواع ما بتبقاش على مسافات طويلة قوي كده زي الحاجة اللي اتعاملت سنة سبعة وربعين اا ما بيبقاش فيها عربيات كتير بتجري مع بعض زي نوعية سبقات الحلبات زي ما بنقول عليها لا هي عربية عربية بتدخش ضد الزمن اخر حاجة رسالة تقولها اوليق الامور الجملة بتاعت ايه هيدرلكو حاجة هيعمل وده الخوف منطقي والشيء طبيعي جدا بس اكيد اللي في المطبخ يقدر يوجه للنس رسالة اوكي طيب يعني زي ما ممكن يكونوا الشباب قالوا قبلية الكارتينج ده هو اساس كل حاجة ليه علاقة برياضة السيارات اا الفكرة دلوقتي ان التراكات اللي موجودة او العربيات اللي موجودة اللي احنا بنستعملها التراكات معمولة على قصص الاتحاد الدولي بتاعت الامان والسيفتي العربيات برضو المصنعين دلوقتي بقوا واصلين لمرحلة عالية قوي في السيفتي وفيه مقاسات مختلفة من العربيات مقاسات مختلفة من الانجينز نفسها والهورس باور المختلف للاطفال او للسن المعينة كارتينج عموما بتتأس بالسن لو سنك كذا هتخش في الكاتيجري دي لو سنك بيكبر بتركع بعربية اسرع واكبر اوكي فهي الفكرة كلها ان الموضوع السيف تماما الانستركتورز اللي بيعلموا الرياضة دي فاهمين يعني ايه سيفتي وكلهم واخدين اا يعني زي ما بنقول بالمصري فرق فا يعني ايه سيفتي يعني ايه سواقة يعني ايه سرعة كلام ده خلال نادي السيرات مع الاتحاد الدولي نفع فلو حد بيحب الرياضة دي الرسالة انك ما تخافش الدنيا كلها امان الدنيا كلها سيف والولد الصغير يقدر يتعلم كويس عشان يطلع يبقى بطل كبير يا ايه الساشة دي انا تشرفت بوجودي معاك النهاردة ونورت اوتوبي السعادة واكيد بعد حلقة النهاردة فيه ناس كتير هتغير كلامها وتبتدي تدخل في المجال يعني انا ببص الواحد منهم بظلط شكرا مرسي يا مستر يوسف ايه الاخبار ايه الاخبار ايه الاخبار ايه الاخبار ايه الاخبار عامل ايه كويس الحمد الله احكيني يا يوسف دقى انت بدأت تتعلم السباحات امتا وانت عندك كم سنة وانا عندي سبع سنين وانا عندي كمان سنين كمان سنين وانت دلوقتي كم سنة اتناشر اتناشر بس كله جوا التراك اه مش برا ايه بقى الحاجة اللي تعلمتها واستفدت ايه اكتسبت ايه من انك بتدوس بقى في السباقات اه يعني بقى فيه ثقة بالنفس مثلا بقيت احكيني ما بقيتش خالي والله اخدت وقت قد ايه يوسف علشان تتعلم اه مثلا شهر او حاله شهر انا عارف ان باباك باباك تحكيلي عنه بقى اه هو دريفتر اسمه هايسم سمير ماما اللي هو يعني الدريفت ده يعني اللي هو العرباء بتمشي بالجنبة وبتتزحلة جميل بيبقى فيها الشو كده اه جميل انت بقى مابا شكعك على انك تتعلم ولا في الاول قالك لا اسا ان شوية لا لا هو اصلا هو اللي قالي هتعلم هو اللي قال ايه اتعلم اي 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 يوسف عايزة اقرب كمان منك معلومات بقى احكيلي عن المعلومات ايه الحاجات انا بتعلم منك نهاردة قولي المعلومات عن السباق السباق تمام تمام انت العربية بتاعتك مختلفة عن العربيات هي متجهزة اكتر ايه علشان تبقى يعني انت عصغر سنا ولا فيها اختلافات ايه بقى اه هي مختلفة يعني هي بكورسيين عشان ممكن احد يركب جنبي ويعني اه 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 اطلق شوية عشان ما تكونش سريعا زي الباقي تمام طيب انت بقى في المدرسة كويس بقى وتذكر وشطر ولا ايه اه اه الحمد لله يوزن اه والله اه يعمل صدقك خلصت انتحانات ولا لسه اه لسه مخلص الاسبوع اللى فانت يعني دلوقتي فاطف بتلعب بقى وما بيش أي حاجة اش اغلاك بالزبط وفي ايام المدرسة بتحاول بقى ما فيه توازن بقى بين المذاكرى وبين انك تيجي هده ايو طيب الولادة والبنات اللى بتفررنوا علينا نهار من اللى هما عايزين يشارفوا ويبه زيق اقولههم اين اقولهم ايه سوق برا تراك لازم يكون لابسين خوزة وغلوبز وانت يعني يعني اول حاجة انت قلتاني لازم يسوق جوه التراك تاني حاجة الخوزة طروني عشان دماغك وتاني حاجة قلتاني ايه بقى الجلوبز الجلوبز ليه لقى الجلوبز الجلوبز عشان مسلا لو مسلا فيه توب وحد قدامك فممكن يحط يعني يرمي عليك توب فممكن ييجي عليك وعشان كمان الجو برد مسلا انا كده مقصوط انا اتعلبت منك شوية مع المات وانا مقصوط ان انا كنت معاي كنهار دايوزة انا وصلنا كده صح شكرا يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي شكرا شكرا اخصا نحن اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة انا بحب العربيات راح 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 فعلا راح بيبقى ادمان تمام اول سباق طبعا والدي زي اي عب في الدنيا لا مش هتسابق السباقات خطر انا مش عايزك تموت انا مش عارف ايه فكان اول سباق انا جاي هتفرج عادي جدا مفاهم ان انا جاي هتفرج وروحت نازل من سابق كنت انا واخوية الحظ حالف اخوية وطلع من مركز تاني فقعد يقول لي هنعمل ايه بالكاس انا اتصرف انا اتصرف تمام تاني يوم الصبح راح تموري له الكاس فرح جدا بي لبابا اه اول واحد ورتهولي احكي لي على رد الفعل الاوليان ما دخل له الكاس كده يعني ايه ده انت له حصل كذا 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 بصراحة وسابقنا مبارح ما كناش من اتفرج وكريم كسب وانا ربنا ما وفقنيش فرح جدا ومن ساعتها ابتدع يعني اول سؤال اول رد الهولي طب انت هتكسب كاس انت يلا ده خلاص ده حالفنا محترفين خلاص بابا خلاص عايز احتراف بالزبط ودي كان بدايتنا جميل فابتدينا من هنا وبتقيتها السابق في النص طبعا المصاريف بتاعت العربيات وتعدلها دي حاجة مش سهلة الموتور سبورت عموما من اغلى الرئياضات في العالم طبعا بس هو كان بيسابورت دايما وبيسأل انت بتعدل ايه في العربية بتعمل ايه في العربية طب انت عملت ايه السابق اللي فات طب السابق جاي امتى فالصراحة السابق على البيت بيبقى بيفرق كتير اخد منك عمر كده شوية معلومات للمشاهد النهاردة احنا سبقات السيارات احنا بنتفرج احنا بشوف عربات بتجري جنب بعض ومين الشطور اللي هيوصل لكن قولي معلومات الناس محتاجة في عرفها اكتر عن سبقات السرعة سبقات السرعة عندنا هنا في مصر منقصنا للشبقين بيبقى كلهم ضد الساعة مين هيحط زمن اقل من التاني لان احنا ما عندناش مساحة تركات تسمح ان احنا عربيتين يبقوا جنب بعض فيبتبقى رسمي اللي هو بيبقى ترك مفتوح مع شوية كواسر سرعة كامان للمتسابق تمان يا اما بيبقى فيها لها سبقات الجيم خانة بيبقى فيها شكل الخمساية او الدونت شكل التمانية وهو كلنا بندخل على نفس السباق ونشوف مين فيما هيحط زمن اقل فهي بتبقى متعة اكتر يعني اللي متابع ويشوف مين بيقدي احسن من التاني احنا بنتكلم في السباق ممكن يفرق مركز اول عن تاني واحد من الالف الثانية كلب جد ده تكلم جد يعني ده حصل في 2018 في السباق اللي اسمه الفرق ما بين المركز الاول والتاني واحد من الالف الثانية السؤال اللي عارف اللي يتقال لك في حاجة عليك بيئي بندخل ما هو ايه دي المتعة احنا بينا نستمتع في الكلام ده احنا نستمتع من اول ما بنعدل العربية ونحط فيها مصروف ونطعب فيها مجهود لان دي تبقى علاقة ما بينك وما بين عربيتك لحد ما تروح بكاس او تدخل بيها السباق تبقى فاهم ان انت حتاك تعمل حاجات ايه علشان توصل للكاس ولا انا في عربيتك حواديد لا لسه لما منصور بقولك ليه يا عمر ليه العربية بدأت كرسي واحد يا عمر هي العربية بدأت كرسي واحد لان خفية الوزن بتبقى دائما احسن من ان انا ارفع قوة العربية ان بس عايز اوضح للناس ان مش كرسي واحد قدام لا هو كرسي واحد في العربية كلنا ما فيت حاجة في العربية هي العربية كرسي بلزبط هو كرسي وتبلوعة وهيدروليكان بيك مش اكتر من كده ده علشان العربية تكون أخف وزنا أخف ده بيخدمك وانت بتفرمل العربية بفرمل أحسن بيخدمك وانت بتحود تمام حتى لو الباور بتاع العربية عند نيفل معين انت استفدت بيه لأن الحمل اللي عليه قلب بيبقى بديله ان انت ترفع الباور بتاع العربية فخلاص هي برضو عربية مازالت تقيلة في المناورات الديقة روح لك بقى يا وفاء طالبة الجميلة وفاء وفاء انت أصلا كنت في الكويت وجيتي كملتي لدراسة هنا في مصر بتكلم في سنة مثلا مصبوط يعني سنتين تقريب حصل ايه في السنة دي اللي شقل بكيان وفاء وخليها تدخل في المجال هو أنا من وانا صغيرة وانا أصلا في المجال بتاع العربيات عموما كتعديل بس كسبقات لأ ما دخلتش اي حاجة لما جيت هنا بدأت أخذ الفرصة شوية شوية كده عشان هنا تقريبا التراكس أكتر الإبانس أكتر فبدأت أدخل في القصة شوية بصي البنات اللي بيشوفوك النهاردة هيكونوا كلهم عايزين يسألوك السؤال التقليدي على المعتاد البنت والسواق والبنت والسبقات فهيسيبك انت تتعلق بيجي لي كوميس كتير يعني بطبيعة الحال البنات ما بيعرفوش يسوقوا البنات ما بتعرفش تركن وتبر الكوميس أنا ما بعرفش يسوق بلان كامل شكات بنات اعترافة الفكرة كلها انه البنت لما بتاخد فرصتها وما بتبقاش خايفة وبتتدرب كويس بيطلع منها حياة كويسة طيب انتي ده بتقولي السواق لكن انا بتكلم كمان أكتر بقى على السبقات فيما يخص البنت البنت في مصر في السبق ليسها كويس موجودة موجودة بقوة وبناخد مراكز حلوة وكتير احنا كتير بس الفكرة انه احنا مش متسلط علينا الضوء قوي احنا متسلط علينا متسلط العصفور قالت لنا ان انتي عندك حاجة كده سفرية ايه كتير اه هروح اخر الشهر ده ان شاء الله اول سبق ناية هيبقى بره مصر فهيبقى دبي اوتو كروس لأ باحنا عني نشجع يا ري احنا احنا نتشرف يا ري انا اتشرفت بوجودي معاكم النهاردة ويعني انتو نورتوا الدنيا واتمنى لكم مزيد من التميز واشباع اكتر للفاشن والشغف والمتعة دي لان انا شايف ان انتو بتعملوا حاجة حلوة بكملوها ونورتوا في الساعة شكرا يونس يونس يلا يا يونس شدي يا يونس ايه لا يا كفير اسرع يا يونس ازيزو ايوة يلا يا يونس بس استنى بس عشان الصوت ازاك عم زتون ازاك يا يونس انا كويس شفتني وانا متصابق ده انت جامل جدا يا يونس عينك كبرت من كترة ما انت عملت وقص علي يلا هقوم بقى عشان دور بقى دوري دلوقتي لا يا حبيبي دي كبار ايه ازاي بقى جوا تراك ممكن يا زتون تتعلم وتلعب هنا لكن برا تراك لا ازاي بقى انا شفت ولد صغير سايق سايق فين اه في التراك طيب فلاص بس اول حاجة هو اولا العربية متجهزة علشان تبقى هو كطفل يعرف يلعب ويشترك ثاني حاجة يا عم زتون ان هو متحلم ومتدرب بقى له كتير جدا 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 فانت محتاج تتدرب وانا ما عنديش مشكلة انا موافق يا عم يعني هيبقى انت وبابا يا يونس انا بقولك موافق يا بابا اديني لفة بقولك موافق بس نتعلم نتعلم يعني حتى بابا مش بيرضى يديني لفة برضو يا عم الحاجة انت معايا اللي انت مش معايا معاك انت بتحب المغامرة انا بحب المغامرة او يا يونس تتيل عن مغامراتك يا اه ده انا ده انا ركبت العجلة بتاعتي ايوا وكنت بسابق اصحابي وبوصل الاول برافو طب ما انت مغامرة او يا زتون اه بس البتناج بقى معرفتش اركابه برضو تركبه اه معرفت لبست البتناج هو البتناج بيتركب نا يعني اما جيت ركبت البتناج لبست البتناج كده في رجلي خلاص واقعت قلني يا زتون طممني احنا خدنا الاجازة ايوا الامتحانات كانت حاملة ايه يا اه ده انا انجزت جدا في الامتحانات يا يونس يعني مفيش ماء الكلام اللي انا سمعته ان انت ماما تقول لك يا زتون عملت ايه قل لا خلاص انا حلت يا ماما انا حلت يا ماما قالت لك هي امين اللي هيقول لي ما هي بتقول لي كل حاجة يا زتون يا يونس ده بس كل الحكاية الماس والساينتس والسوشيال بس ماشي عام هتعمل ايه بقى في اليومين دول خلاص احنا بدأنا اجازة حضراتك بقى ناوي ايه الحاجات الحلوة والمغامرات والاكتيبيتيز الجميلة اللي زتون هيعملها في اجازة مرسل سنة اولا كده مبدعيا انك وعدتني انت اخدني معرض الكتاب ماشي لا انا مبسوط ان انت عايز تروح معرض الكتاب وانا موافق جدا يا يونس ده فيه ناك نشاطات وفيه جناح للاطفال لازم بقى اروح يعني لازم اروح ماشي ماشي ويمكن فيه كتاب لزتون هناك ولا حاجة مسلا اه اه القصص ومغامرات زتون مش هتعمل لي كتاب يا يونس اعمل لي كتاب يا يونس ايوة تا عايز كتاب حاضر مش هتا بتعمل كتب وعايز تعمل ايه كمان في معرض الكتاب اه غير معرض الكتاب ولا في معرض الكتاب في معرض الكتاب اه في ناج بقى بيبقى فيه مسرحيات اه بيبقى فيه اه بيبقى فيه فسح بتفسح. امان يا زاتون لما روحنا السنة اللي فاتت. وقلت لك تعال نروح اسم الاطفال قلتلي ان انا جاي عشان اكل كشري. اه بصراحة. بس طب بيبقى جميل او سخن يا يونس. طب ماشي. يوم هقولك هتاكل كشري يا زاتون هتاكل كشري. تقول لي لأ انا جاي اكل كشري. قالوا لي كشلك معرض الكتاب حل. جدا. يا زاتون معرض الكتاب في كتب يا حبيبي. ايوة. كتب جميلة. ايوة. بس ممكن نقض شوية نتسلة ونأكل كشر يا عبد. فسح فسح بقى واجري بقى انا وفجل بقى في المعرض ده وتبقى جميلة قوي يا يونس. طب بص احنا هنروح معرض الكتاب حاضر وهنتعلم حاجات حلوة هناك ونجيب كتب اه اطفال جميلة. ايوة. بس انا عايزك تاخد اه فجل وتخلي بابا يوديكم كمان انتم المعرض وتقابلوا اصحابنا اللي هناك كلهم يا زيزي. يا ريت يا يونس. ايش عبد. ايش عبد. ولو صاحبنا عايزين يجوا معك معرض الكتاب بقى يبعتوا فين وين? يبعتوا على صفحة اوتوبيس السعادة على فيسبوب. ويكتبوا اسمهم ولقم تليفونهم واحنا نكلمهم علشان يحضروا معانا يوم معرض الكتاب ونعمل هناك مع بعض حلقة جميلة. ليش يا زاتون? وانا موافق جدا جدا جدا. هزي حاجة زاتون ولا كامل مشوار انا بقى? يلا اكمل بقى يونس ده انت سوع جامل جدا. يلا. وهعلمك يا زاتون ولما تكبر انت هتبقى متسابق قطير. اه وهاتلي خزع على مقاسي. الله يا دي مش عارف اجيبها مني. مليش دعوه هتنصين. اتصرف. هنبعت لهم معساتها حاضر. حاضر. يونس بيف بيف يونس. طبعا لكم. يونس 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 صدقني بكرة احنا ومعها جاية السعادة. طبعي في الدنيا اهلا من دحكة تبقى عادة. صدقني بكرة احنا ومعها جاية السعادة. محف دوسية. تعالي بقى تطلع. والبحر مهو شقاء كير. والبحر مهو شقاء كير. يا فو madbus savi. افتاح هذه العرب والقلام ما جانته. يا فو madbus savi. في فرحة في راجتك جيالك في الطريق جيالك في الطريق جيالك في الطريق جيالك في الطريق اشتركوا في القناة